النوع الثاني من الاختبارات التحريرية كاختبارات تحصيلية في الجانب المعرفي الاختبارات الموضوعية أدى النقد الذي وجهه للاختبارات المقالية إلى ظهور نوع أو نمط جديد من الاختبارات للتغلب على عيوب اختبارات المقال أطلق عليه الاختبارات الموضوعية والمظهر الأساسي لهذا النمط من الاختبارات هو الاتفاق في الحكم أي محاولة تقويم أعمال الطلاب أو إجاباتهم على إساس موضوعي وذلك عن طريق إيجاد عدد كبير من مفردات الأسئلة التي يكون لكل منها إجابة واحدة وعليه فإن الدرجة التي يحصل عليها المتعلم لا تختلف من مصحح الآخر أو مع المصحح نفسه من وقت الآخر وهذا النمط من الاختبارات يتميز بعدد من المميزات من أبرزها إمكانية شمولية محتوى المقرر الدراسي لكثرة مفرداتها وتعددها موضوعيته أي أن الأسئلة في الاختبارات الموضوعية لا تتأثر بذاتية المصحح أيضا سهولة وسرعة التصحيح كما أن الاختبارات الموضوعية تقييز قدرات متنوعة كالقدرة على الاستنتاج وإدراك العلاقات وحل المشكلات وفي نفس الوقت نجد أن الاختبارات الموضوعية من عيوبها أنها تتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا في إعدادها من المعلم كما أن الطلاب يلجأون إليها في التخمين من أنواع الاختبارات الموضوعية الاختيار من متعدد وهو من أكثر أنواع الاختبارات الموضوعية أهمية وانتشارا رغم صعوبة إعداده ويمكن استخدام هذا النوع من الأسئلة في تقويم قدرة الطلاب على معرفة الحقيق والمفاهيم كما أنه يرتبط بتنمية القدرة على حل المشكلات يتكون هذا الاختبار من مشكلة على شكل سؤال أو شكل عبارة ناقصة يليها عدة إجابات بديلة أو محتملة تجيب عن السؤال أو تكمل العبارة الناقصة ويطلب من الطالب اختيار إحدى هذه البدائل مثال تهتم الاختبارات التحصيلية بتقويم المجال ألف المعرفي باء المهاري جيم الوجداني دال ما جاء في باء وجيم النوع الثاني من الاختبارات الموضوعية الصواب والخطأ وفي هذا النوع من الأسئلة يعرض على الطالب مجموعة من العبارات بعضها صحيح وبعضها خطأ ويطلب منه وضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مثال ذلك من مميزات الاختبارات الموضوعية أنها تغطي أجزاء كثيرة من المنهج الدراسي ويرعى في إعداد مفردات اختبار الصواب والخطأ أن يكتب السؤال بطريقة واضحة ومحددة وأن تكون الأسئلة موزعة بالتساوي بين الصواب والخطأ تقريبا وأن يكون عدد الأسئلة الصحيحة مساويان في الطول لعدد الأسئلة الخطأ من أهم مميزات اختبار الصواب والخطأ أنها تتميز بسهولة الإعداد والصياغة وكذلك تتميز بسهولة في عملية التصحيح وأنها تغطي أجزاء كبيرة من المادة الدراسية لكن من عيوب اختبار الصواب والخطأ أنه يشجع الطلاب على الحفظ وتذكر المعلومات دون الاستنتاج النوع الثالث من اختبارات الموضوعية المزاوجة ويسمى أيضا بالمقابلة وتعد من أكثر أنواع لأسئلة استعمالا في معرفة معاني الكلمات وغير ذلك وتتألف أسئلة هذا النوع من قائمتين الأولى تتضمن مجموعة من العبارات أو الكلمات بينما تشمل القائمة الثانية إجابات لهذه الكلمات والجمل ولكن ترتيب مخالف للقائمة الأولى ويرعى في إعداد اختبار المزاوجة أن تكون العلاقة واضحة بين أسئلة القائمة الأولى وإجابتها في القائمة الثانية وأن يكون لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة من أهم مميزات اختبار المزاوجة أنه يتميز بالسهولة والإعداد وأيضا عملية التصحيح لكن من عيوب اختبار المزاوجة أنه يقيس التذكر للحقائق والمفاهيم النوع الرابع من الاختبارات الموضوعية التكملة ويستخدم في معظم المواد الدراسية لسهولة إعداده ويكون السؤال بعبارة ناقصة ويطلب من الطالب إكمال الجملة أو العبارة الناقصة بكلمة أو بعض الكلمات أو بعض الأرقام حتى يصير المعنى كاملا مثال تعد الأهداف من مكونات وهذا النوع من الاختبارات يتميز بسهولة الوضع والصياغة والتصحيح كما أنه يسمح للطالب بإبداء رأيه إلى حد ما لكن من عيوبه أنه فيه الذاتية إلى حد ما في عملية التصحيح وذلك لتعدد الإجابات أحيانا من الطلاب ترجمة نانسي قنقر